أهلا بكم قال قداسة البابا فرنسيس في إطار تعليمه بموضوع الصلاة إن الصلاة المسيحية تقوم على إيمان ورجاء ومحبة وهي استسلام لمشيئة الله مشيرا قداسته إلى أن يسوع بدأ رسالته عندما تعمد في نهر الأردن في المكان الذي اجتمع فيه كل الناس للصلاة من أجل التوبة وأضاف قائلا أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتعلمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالطقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تأمل كداست البابا اليوم في يسوع رجل الصلاة في إطار تعليمه في موضوع الصلاة قال كداسته بدأت رسالة يسوع العامة عندما تعمد في نهر الأردن في المكان الذي اجتمع فيه كل الناس للصلاة من أجل الطوبة صلى يسوع مع الخطأ ولم يبقى على الضفة المقابلة للنهر ليبين أنه مختلف وبعيد عن الشعب الخاطئ بل وضع نفسه في المقدمة ونزل مثلهم في مياه نهر الأردن المطهرة يبين إنجيل لوكا أن يسوع كان يصلي لما قبل المعمودية وعندما كان يصلي فتحت السماء ونزل الروح الكدس عليه وجاء صوت من السماء يقول أنت ابني الحبيب عنك رضيت صلاة يسوع تعني أن قلبه متجه دائم إلى الآب هذه العظمة الفريدة لصلاة يسوع الروح الكدس يملأه وصوت الآب يشهد له أنه الإبن الحبيب وأنهق داست الباب تعليمه قائلا إن صلاة يسوع أصبحت صلاتنا منذ يوم العنصرة ولهذا إذا شعرنا في صلاة المساء بالضعف والفراغ فعلينا في تلك اللحظة أن نصلي صلاة التوبة كما صل يسوع في نهر الأردن حتى نسمع نحن أيضا صوت الله المليء بالحنان في قلوبنا صلاة يسوع هي حوار حب مع الآب كذلك يجب أن تكون صلاتنا والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لعبناء الشرق الناطقين اللغة العربية أعطا للمساء الجرحة أعطا للمساء الجرحة أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية إن الصلاة المسيحية تهال يقوم على الإيمان والرجاء والمحبة وهي استسلام لمشيئة الله ليبارككم رب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر